ارجعنا لكم مرة تانية الهواء مباشرة مكملين معاكوا بقى فقرات نهرك سعيد او ابتدائم باول فقرة معنا وهي فقرة الصحافة بس اسمحونا فقرة الصحافة النهاردة هيكون فيها انا وشريف هنصارت معاكوا اهم عنوين الصحافة صباح الخير يا شريف انا حيب اقولك صباح صباح الخير يا زينا وحتدع طول بالعنوين وحنبدأ من الاهرام صفحة واحد جهاز وطني بموازنة مستقلة لتنمية سيناء خدت فين من زمان المصر اليوم سيناريوهات 25 ستة ابريل تطلق حافظه على الجيش والتحادث ثورة مظاهرات لا احتفالات من يوم السابع صفحة واحد مصادمات بين أسر الشهداء وموظفي صندوق الحكومة من جريد المصر يوم الصفحة الاولى شفيق يكشف المشير كان ينوي الاستقالة بسبب السياسات نظيف وأقنعته بالبقاء من المصر اليوم صفحة ثلاثة الوفد لا يمكن ان نمتزج مع الاخوان في كيان واحد تحت كبة البرلمان الوفد التحقيق مع ممدوح حمزة ومظهر شهين وآيمن نور ونوارة نجم بتهمة تحريد المتظاهرين على الاشتباك مع الجيش ومن الاهرام صفحة واحد قواعد صارمة لترشيد الانفاق الحكومي اليوم السابع وأخيرا من الصفحة الثالثة ومثالي خبر مهم جدا الحرية والعدالة يتعهد بعدم المساس بقطاع السياحة هنحاول بقى ناخد تفاصيل كل خبر مع حضراتكم ونبتدي على طول جهاز وطني بموازنة مستقلة لتنمية سيناء ندين كتير جدا جدا نكون عندنا لجنة مستقلة عشان تعمير سيناء خاني اقولكوا في تفاصيل الخبر في اجتماعه المقبل يناقش مجلس الوزراء مشروعا بمرسوم بقانون عن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وينص المشروع على انشاء هيئة عامة تسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويدبع رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر قرار بتشكيله وبنظامه الأساسي ويكون مقر أحدى محافظتها شبه جزيرة سيناء ويدم في عضوياته موثلين عن 30 وزارة وهيئة ومحافظة هي الفكرة كلها ان دايماً بنتكلم على تنمية سيناء ونكلم على ايه المطلوب من هذه المنطقة هل هي حتكون منطقة سياحية في المقام الأول اللي هي حتكون منطقة استثمارية ولا هاي هي منطقة سكنية لو الصعية عشان فطر احنا خلاص المساحات عندنا بقت يعني محصورة في الدلتة واللي حواليها هل هي حتكون جزء المشروع التنمية في الآخر يعني اعتقد زي ما هو مطلوب في كل مناحي الدولة مطلوب كمان او الدولة الجديدة اللي احنا بنبنيها المفهوض ان شاء الله مطلوب ومهم جدا ان يكون في رؤية يعني حتى في صندوق او حتى في جهاز في رؤية للاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ما هو المطلوب من هذه المنطقة خصوصاً لاهميتها وحسياتها الاستراتيجية كمان بدوزين يا شريف كمان مهمين جداً لان دور من اكتر الناس اللي كمان مشاكلهم ظهرت بعد 25 وعشرينين وفكرة ان هم كمصريين عايزين يحسوا ان هم كمصريين بيمتلكوا الاراضي دي بس فخلينا نقول كمان ان بي نص المشروع لانه يجوز للمصريين والشركات المنصوصة عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالاراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية ويكون استغلال الاراضي والعقارات المبنية للاشخاص الطبيعيين والاعتبارين من المصريين والاجانب بمناطق التنمية بالنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الاصلية ما يبقاش زي ما قولنا تاني مجرد كلام ولكن يكون فعلا خطة موجهة وما يبقاش فيه تغيير كل شوية المرحلة دي كانت كذا وفي الاخر الخسران في الاول في الاخر منطقة زي يقولوا دهب طيب نروح على طول على 25 يناير وتوقعات كل لها كل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم او توجهاتهم هل هم مع الثورة حنقول او ضد الثورة اي ان كانوا لكن في الاخر كل الناس اكيد عاملين حسابهم ومستنينين يوم 25 يناير الاعرف ناس بيقولك ايه انا مش هعمل اي حاجة لو هيجيب عربية لو مش عارف هيعمل يقولك لا بص استنى الحد ما يعدي 25 يناير وبعد كده نشوف اي حد في ايش يقولك استنى بس بعد 25 يناير اشوف اللي هيحصل بالزبط كده في اتجاهين في اتجاه اللي هل هيكون هو احتفالية وذكرى بشكل حضاري زي مثلا ما حصل في رأس السنة لما كان فيه احتفالية بالشموع واحياء للذكرى ولا هل هتكون هي موجة غضب تانية وده على حد تعبير 6 ابريل هنا هنتكلم في المصر اليوم وحنلاقي ان الفرانت فيتش المصر اليوم بتتكلم عن هذا الموضوع والعنوان الرئيسي هو السيناريوهات 25 يناير 6 ابريل تطلق حافظه على الجيش واتحاد الثورة مظاهرات لا احتفالات ومن هنا جاية التناقط في التصريحات نشطاء يعلنونها الخطة يوم 21 يناير والثورة الثانية وده على حد تعبير اللي بيبناديو ان هي تكون موجة غضب او تكون مظاهرات هي مظاهرات سلمية برغم محاولات العسكري لاجهاضها وماهر ستكون وماهر دوت من 6 ابريل بيقول ستكون موجة غضب جديدة سريعا جدا بيقال ان عقد عدد من القوى السياسية والحركات الاحتجاجية اجتماعا امس الاول لوضع خطة الاحتفالية فيما اطلقت حركة 6 ابريل بعنوان حافظه على الجيش المصري كما اطلقت صفحة الثورة او ثورة الغضب الثانية حملة جربوا تسمعونا بهدف حشد المواطنين في 25 يناير والتوعية برفض دعوات العنف والتخريب وزي ما قلنا قال احمد ماهر منصق حركة 6 ابريل ان الذكرى الاولى للثورة ستشهد موجة غضب تانية للمطالبة باسقاط حكم العسكر ويتزامن ذلك مع بيان اصدارته الحركة بشأن حملة حافظه على الجيش المصري قالت فيه ان الفجوة زادت بين المجلس العسكري وبين الشعب عقب الاحداث الاخيرة كمان بيقال ان بسبب القامع المفرط وسقوط شهداء ومصابين جدود طبعا كل اللي منتابعوا من اول الثورة مش من دلوقتي بس واضافت ان العسكري لا يهمه صوى حماية مبارك ورجاله وانهم يردون عوضة الجيش الى ثقناته وتسليم السلطة في 22 يناير لرئيس مجلس الشعب او لرئيس مؤقت يختاره اطنمال يعني في عجالة هنلاقي برضو ان في عدد من اعلاميين وشخصيات العامة كانوا مشاركين في هذا الاجتماع من ضمنهم المفكر جلال امين الفقه الدستوري محمد انور فرحات الاعلامي حمزي انبيل نشاطه جولج اسحاق شهندة مقلد عبدالله السناوي عمر علي حسن وعدد من شباب الثورة وتم الاتفاق على اعداد وثيقة ثورية لاطلقها في مؤتمر يوم 21 يناير قبل عيد الثورة طيب احنا شايفين اختلاف في الاتجاهات وفي الفكر في الاخر كده مطلوب من خالص اشياء نير ايه مطلوب ان هو يكون ذكرى سعيدة اه ولا يكون حاجة نخاف منها انا متهالي مفروض يكون كشف حساب كشف حساب لكل الناس بقى حتى احنا الاعلام والشباب والسياسين وغير نشاطاء وغير نشاطاء الكلبة وغير الكلبة كله كله لازم كل واحد مننا يشوف كده احنا مشوش كله احنا كل واحد فينا ايه ليه و ايه لي عليه و ايه لي عملناه غلط عشان نتفاداء و ايه اللي مفروض ان احنا نكمل فيه خلينا نروح من لجريدة اليوم السابع ومصادمات بين أسر الشهداء وموظفي صندوق الحكومة بالضبط كده ازيل صندوق مستمرة حقيقة يعني حاجة يعني مفروض ان يبقى فيه قرارات سريعة وفعالة كانت ممكن ايه اللي حصلت خلينا نروح نزم العشرات من أسر ضحايا وشهداء 25 يناير واحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وقفة احتجاجية امام مقر مجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين اغلقوا ساعاته شارع بورسعيب منطقة السيدة زينب المقابل للمجلس طلباتهم كانت كلقاتي بالزبط جدول زمني لصرف مستحقاتهم المالية توفير فرص عمل ووحدات سكنية لهم والقصاص من قتلة الشهداء تفاصيل خبر كمان قرر المستشارين أحمد عبد العزيز وعلي غلاب التحقيقات في أحداث محمد محمود شهادات لضحايا الأحداث تفيد بإصابتهم يعني المطلوب منهم شهادات تفيد بإصابتهم مع أن يكونوا منسمع أن المستشفات ما كانتش بتديهم شهادات حتى تمكنهم منصرف مستحقاتهم المالية المقررة يوم 16 يناير ملف الشهداء هو ملف مستمر الحقيقة ومعتقدش أنه هو بينتهي أو حينتهي إلا لما ما نسمعش عن هذه الأحداث مرة أخرى عايزين كررات ثورية في موضوع قتل الشهداء لا في موضوع كلها لو هنتكلم طيب الحقيقة في ظهور إعلامي مكثف جدا للفريق أحمد شفيق مؤخرا ما بين مؤتمرات وما بين إعلانه عن ترشحه للرئاسة وما بين ظهور لي على المنتديات وعلى تصريحاته المختلفة للجروبس اللي هي بتؤيده أو حتى الجروبس اللي بتعرضه من ضمن بقى آخر هذه التصريحات هو كشف برضو في المنص اليوم في صفحة واحد شفيق يكشف المشير كان ينوي الاستقالة بسبب سياسات نظيف وأقنعته بالبقاء ده على حد كلام المشير الفريق أحمد شفيق رشيد عرض نزع ملكية الأراضي الفلاحيين لصالح مستثمرين أجانب فصرخ مرعي حرام يعني تصريح كتير وكلام كتير حنقول أنه هو بيقول أن المشير حسين تنطوي رئيس مجلس العسكري أراد الاستقالة أكتر من مرة من منصبه كوزير للدفاع في حكومة نظيف اعتراضا على بعض السياسات الاقتصادية للحكومة نتبع نحن كنا نكون عارفين هيكت عاملة إزاي وأنه أقنعه بالصمود والبقاء قائلا له قعدتك وانت ساكت داخل هذه الحكومة هتخوفهم لكن لو مشيت تاني يوم هيشغلوا الطبل والزمر وده على حد تعبير الفريق أحمد شفيق وقال شفيق في حواره أجراه مع عدد من شباب الثورة اللي راح وزاروه أول مبارح قال أن رشيد محمد رشيد وزيد التجارة والصناعة الأسبق كان المرشح الأول لرئاسة الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك خلفا لنظيف وأشار أنه أيشغ فيق لايما أتوقع رئاساته للحكومة لأن جميع قائدات الحزب الوطني أيقانوا أنه لن يعمل بطريقة نظيف المحببة لديهم أو يأخذ تعليمات من جمال مبارك كلام يعني كلام كبير أنا حاسة السياسة بتلعب دور كبير دلوقتي يا شريف صح يا شريف حاسة تلعب دور كبير دلوقتي لا مش قصة بس التصريحات السياسية زي ما كنا منشوف الأفلام كده في أي كامبين أو حملة أو حملة كل واحد بقي طلع المهم هل هذه التصريحات ستخدم من أو هي لصالح من هل هي لصالح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أم هي لصالح المشيطة طاوي يعني الحقيقة وتوقيتها برضو توقيت عليه على ما تستفهمت كتير جدا أكيد هنتابع ونشوف أثر هذه التصريحات في الفترة المقبلة طيب خلينا نروح لجريدة الوفد ويمكن نظرية التخوين ونظرية أن أنا أقدم في ده بلاغ وأتهم ده بالتخوين وبالعمالة وكلام ده كله بقالنا فترة شغالين فيها ما شاء الله يعني خلينا نقول أن تفاصيل الخبرة على فراند بيج التحقيق مع منضوح حمزة ومظهر شهين وأيمن نور ونوارة النجم بتهم التحريد المتظاهرين على اشتباك مع الجيش مش عارفة إزاي يعني بس خلينا نقول مصدر قضاء المتهمون استأجروا استأجروا أصري يعني وأحداث لإلقاء الملطوف على المجمع العلمي طيب القضاء في التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء استدعوا النشطة السياسية نوارة نجم الشيخ مظهر شهين خطيب الثورة والمحامي طهر الخولي للتحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم بتحردهم على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة خلال أحداث مجلس الوزراء وحدد المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المعنى وقضايا التحقيق جلست غد الثلاثاء لسماع أقوال الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد والدكتور ممدوح حمزة حول ما جاء في اعترافات أحد المتهمين في قيامهما بالتحريد بطريق الاتفاق الاستشاري والمساعدة على حرق المجمع العلمي وقت الأحداث والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وأكد مصدر قضائي أن أحد المتهمين ويدعى مصطفى قد اعترف في التحقيقات بين الدكتور أيمن نور والدكتور ممدوح حمزة قام بتحريده على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة وإثارة الفوضى والبلبلة واستئجار عدد من القصر والأحداث للقيام بالقاء الملطوف على المجمع العلمي أه أنا أسفل مش قصر ومستأجر وقال قصر أوكي مش عارف أقول إيه بصراحة يعني يعني لو فيه دليل ياريت يتقدم لو ما فيش دليل بلالش نظريتي التخوين وأعتقد الدوات برضو حنمشي فيه بنفس النظام مع كل الأضايا اللي قبل كده يعني لو حبقنا فعلا نفتح التحقيق في هذه الأحداث نفتح بقى التحقيق بالشكل بقى فعلي في كل الأحداث اللي كانت قابل كده مش بس من أيام 25 هناير اللي فات أو من سنة لكن كمان في الأحداث اللي قبل كده ما بين الكنايس والتفجيرات وواواواواوا يعني طالما بتحنا هذا الملف يعني طيب حنروح بقى على طول على الحقيقة خبر برضو ان تصريح مهم جدا وتصريح سياسي في مقام الأول الوفد والإخوان الوفد والإخوان لا يمكن أن نمتزج مع الإخوان في كيان واحد ده تصريح للوفد تحت قبة البرلمان قال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن قرار تحالف الحزب مع أي قوة سياسية هو حق أصيل للهيئة العليا وأكد في تصريحات المصر اليوم عدم صحة ما يتردد عن التحالف مع الإخوان قائلا لا يمكن أن يكون الوفد والإخوان كيانا واحدا تحت قبة البرلمان ومش كانوا فيه بينهم وفي إطار المصلحة العامة فضل مش كانوا الأول كانوا كيان واحد التحالف بالضبط كانت حركة سياسية استراتيجية أياما كنا لسه منكوم منشوف مين حياء معنين قبل الانتخابات ثم حدث خلاف وحدث انشقاق ومن ساعتها كل واحد راح لحاله وفي إطار المصلحة العامة المصر وطبقا لما يتعافق مع رؤى ومبادر الوفد فإن أنا كحزب يمكن أن نتفق حول مشروع قانون مع الإخوان وهذا أمر طبيعي تفرضه على أنها أساس تعاملات البرلمانية يعني من الآخر يعني لو لازم قوي 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 يبقى في إطار التعامل المحدود لكن مش هنبقى مع بعضين أو كده فيه لمنسو بتاعه فيه حدود طيب شكرا للمساعة المعلومة جدا بشكركم جدا متمنى تكون فقرة الصحقة والصحفة عجبتكو معين نهاردة أنا وشريف يعني حاول نشرقين خالص يعني بس عايزين نأكد على خبارين الحقيقة ما دراش تفاصيلهم بس لازم نقولهم تاني هما من الأهرام صفحة واحد قواعد صارمة للترشيد الإنفاق الحكومي والحرية والعدالة يتعهد بعدم المساز بقطاع السياحة عايز ورق مكتوب وممضي عليه بس حازم النور فين عنده لا وغير كده يعني عايزها وثيقة احنا نتهايلي سمعت مبارح أن الأظهر بصدد أنه يصدر وثيقة تانية فالوثيقة الأولينية الحمد لله كل القوة السياسية أجمعت عليها بما فيهم حزب النور وكل الأحزاب اللي قايم على أسس دينية عشان أنا بالنسبة لي يعني ما علينا بس إلفك نفسها أن في وثيقة تتعهد بعدم المساز بحريات البني أدمين ونتعيشنا أنا في المجتمع المصري كإنسان لها الحريات بتاعتي اللي بيحترمها أي حد فدي الوثيقة لمفروض الأظهر بصدد أنه هو يصدرها وبعاك يا إن شاء الله بإذن الله الدستور يبقى بنفس هذه بنتمنى بنتمنى ويريت فاضل تمانية وربعين كورسي بس يتدون من الشباب ياريت بس تدون فورسة بس يلا بي فاصل فاصل وحرق عليكم بحي مرح 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 مرح